مرحبا حضراتكم معنا مرة تانية طبعا الأولوية بنتابع أعمال القمة وما يعني خرج اجتماع وزراء الخارجية العربي من نتائج لكن هنرجع برضو شوية كده لأخبارنا المحلية ولو فيه أي جديد في الملف المتعلق بي اليمن هنتابع ده مع حضراتكم بكل تأكيد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أجرى النهاردة عدة اتصالات شملت وزير التنمية المحلية اللي وقعد اللبيب ووزير الداخلية اللي هو مجد عبدالغفار والمحافظين علشان يطمن منهم على توافر أنابيب البتاجاز وعدم المتاجرة بيها في السوق السودة ورئيس الوزراء ووجه لأنه لازم يكون فيه حملات مستمرة لضبط المتاجرين بأنابيب البتاجاز في السوق السودة ويضبطوا التوزيع بالأسعار المحددة ومنع هؤلاء المتاجرين بأقوات الشعب من التربح على حساب الغلابة وتطبيق القانون عليهم بحسن معايا على تليفون سيادة اللوى مدحة عبدالله مدير مباحث التموين ومعنا كمان أستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين برحب بحضراتكم معايا وابتدي مع سيادة اللوى مدحة مساء الخير يا سيادة اللوى مساء النور يا فاندين أهلا وسهلا يعني عايزين نتكلم بقى على تفعيل ما قاله رئيس الوزراء الحملات وضبط الأسواق وبوضوع بقى يعني السودة ده عايزينه ينتهي هتعمله إيه؟ يعني هو إن شاء الله أفضل لتوجهات السيد وزيد اللحلية تكسيف التوجهات الأمني والميداني متجديدة لقابة في مكافة جرائم الالتجاري غير مشروع في المواد الأمونية والسلعة الاستراتيجية وخاصة المواد الأمونية تمام الحملات بتاعتنا لحظة الظهيرة ولسه بنرصد باقي الجهود تمام إيه ده؟ لا يعني إيه لحظة الظهيرة أنت الحملات لقاتت الظهر بس؟ مستمر 24 ساعة ده غرفة عمليات مستمرة لا طيب أنا عايز أقولك على حاجة بس لا أنا بقول الجهود اللي جمعناها لحد دلوقتي ولسه الحملات برة على مستوى المحافظات كلها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وحملات الإدارة والفروع الجغرافية والمناطق الجغرافية التابعة لنا يعني 1890 سطوانة متجاز كم تطرتها إدار في السور السودة و51 ألف لت سولر وتمنمية ده بس النهاردة؟ ده حصلت النهاردة؟ كان النهاردة النهاردة وإخلال الفترة اللي فاتت بتاعت العزمة دي كان 51 ألف سطوانة 390 و530 ألف لتر 960 أتجار في السوق السودة يعني الحملات السابقة قبل يوم 26 وعد و50 ألف سطوانة إحنا تمام؟ بنتين 26 أضيين بألف 1295 أضيين والسولر 530 ألف لتر 960 بـ 226 أضيين دي الحملات اللي هي قبل النهاردة فيه تكسيف النهاردة للجهود وتواجد ميداني خلال 24 ساعة من الإدارة ومن فروعات الجغرافية والفروع التابعة لها بالتنصيق مع مدرات الأمن وإقطاع مصلحة الأمن العام وإقطاع الأمن الاقتصادي تمام؟ لحد ما بنتكلم دلوقتي 1890 أسطوانة 51 ألف لتر نهارة دا وهتلاقي المخالفين أكبر بكتير طبعا دا يمكن يكون 10 في الماء من المخالفين بس دايما يا ساتة اللواء يعني لما شغلنا في الملف دا عرفنا أن أكتر التجاوزات بتحصل وقت الفجر لما الأنابيب بتروح في طريقها للمستودع من الفجر موجودين وبالليل كمان بيحصل يعني إحنا بنتبع أصلا الضغط لتلبية الاحتياجات دي أول حاجة دا محور من محور العام بعد كده الإشراف على بيعها في المستودعات بالسعر الراسل تمام؟ بعد كده اللي يتصرب بقى بره في السوق منه ثبطه وبيطارد عن نيابة وبتعمل له عضاية وبتحضر بس إحنا عندنا من القوات من الأفراد يعني اللي يغطي الجمهورية يا ساتة اللواء إحنا من عندنا بالإضافة للمناطق الجغرافية بالإضافة للفروع 27 فرع على مستوى المحافظات بالتنصيق مع مديرات الأمن بتنزل كمان شرطة عناصر من الشرطة النظامية معنا آه مش لازم تابع باحث التموين يعني آه معنا باحث التموين مش بنشتغل يعني هو العمل كله تمام في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن والحفاظ على الاقتصاد القاومي للداول ربنا وإحنا بسقوطنا مستهلكين أيضا تمام فبيهمنا كده طب إحنا هنتبع معاك بقى يوميات الشغل إن شاء الله والحملات والمخالفات اللي يتم دبطها علشان المصدقية برضو نبقى معاكم في الصورة شركة أنسيات اللواء متحط عبدالله مدير مباحث التموين اشتركوا في القناة